اشتركوا في القناة جاء فقس العربي حسب الله يهدد الكاظم إذا تكرر اعتقال مصلح فسنضعك خلف القضبة نطالع في الزمان الطائرات المسيارة تحرج بغداد وتزعج الإدارة الأمريكية جراء استهداف منشئاتها ونطالع في العربي الجديد تظاهرات ليلية في الذقار ومسؤول أمني عراقي يتوعد بإجراءات جاء في موقع الحرة أربيل تحذر من مخطط لحزب العمال زعزعة استقرار كردستان العراق نتصفح في العرب اللندنية حيث جاء فيها انتخابات نيابية في الجزار على وقع الاعتقالات والتضييق الأمني ونقرأ في الشرق الأوسط أمريكا ترفع بعض العقوبات عن إيران في مجال الطاقة ونتصفح في اندبندنت عربية بوتين قبل لقائه بايدن العلاقة مع واشنطن في أدنى مستوياتها منذ سنوات أهلا بكم مشاهدين الكرام فورى الإعلان عن اعتقال القيادي في ميليشيا الحجد قاسم مصلح راح كثيرون من الكتاب والمحللين يعلنون أنهم واثقون جيدا من جدية مصطفى الكاظمي في صاعق جماعة السلاح المنفلت إبراهيم الزبيد يقول في صحيفة العرب اللندنية أن المشرحية لم تكن معاقدة والتنبؤ بنهايتها أسهل ما يكون فالقيادة الإيرانية أرادت اعتقاله أرادت باعتقاله أن تستخدم عصى الكاظمي لضبط العناصر المنفلتة في الحجد وفي الوقت نفسه هدفت إلى جر أذن الحكومة والقضاء بمسيارات الحجد الغاضبة في شوارع المنطقات الغضراء باستقباله فور إطلاق سراحه بالزغاريد والهزيج وإطلاق الرصاص في الهواء أرادت إيران أن تقول للداخل وللخارج أنها وحدها مالكة العراق وصاحبة القرار الأخير فيه وفي المنطقة أيضا وعلى الحاضر من العراقيين والعرب والأمريكان أن يعلم الغائب لم يمكث المتهم الأول باغتيال الشهدين وبالتهديد باغتيال آخرين غيرهما سوى أسبوعين في ضيفة رفيقه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في منزله ليعلن مجلس القضاء الأعلى قرار إطلاق سراح المتهم لعدم كفاية الأدلة الخلاصة أن مصرحية قاسم مصلح بالطريقة التي تم فيها الاعتقال والتي تم فيها إطلاق السراح تثبت الكلام الذي نردده باستمرار من سنوات والقائل بأن قيادة النظام الإيراني وكما عودتنا لم تتغير ولن تتغير يعني أن أحلامنا هي أحلام عصافير إذا صدقنا بأن في العراق حكومة تريد فعلا أن تسحب سلاح الحشد الشعبي أو على الأقل سلاح الفصائل التي يصفها الكاظمي بالمنفلتة ومقتدى الصدر بالوقحة دون أوامر مسبقة وتعليمات مبلغة من إسماعي القاني أو سفارة الولي الفقه في عاصمة أبي جعفر المنصور الكاتب يرى أن السؤال الأهم الذي لا بد منه هنا هو كيف يتلقى مصطفى الكاظمي كل يوم نبأ جريمة اغتيال جديدة ويعرف الجاني فيحبسه أياما ويطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة ثم يضع رأسه على مخدته ليلا وينام قريرا قال صحيفة أندبندنت عربية أن أطلاق سراح القيادي في ميليشيا الحجد قاسم مصلح زاد مخاوف الناشطين العراقيين وقوض سلطة الحكومة بنظرهم وأضافت الصحيفة أنه بعد الإفراج عن مصلح تتزايد التساؤلات في العراق بشأن مدى إمكانية إيفاء الحكومة بتعهداتها إزاء الشارع خصوصا فيما يتعلق بملف قتلات الناشطين وعمليات الاغتيال المستمرة في البلاد وما إذا كانت ستتمكن من تجاوز الضغوطات الكبيرة التي تمارسها الميليشيات في تلك القضايا الصحيفة قالت أن مخاوف المحتجين العراقيين عادت للواجهة مرة أخرى بعد بادرة أمل أحدثتها عملية اعتقال مصلح ويتحدث الناشطون عن أن هذه الحكومة أخفقت في تحقيق كل التعهدات التي قطعتها على نفسها وعلى رأسها محاسبة القتل وتقويض نفوذ الميليشيات على الدولة وأشارت الصحيفة إلى أن خبر إطلاق سراح القيادي في الحشدة الشعبي كان له وقع كبير بين أوساط الناشطين حيث رأى قسم كبير منهم أن الميليشيات نجحت بالضغط مرة أخرى على الحكومة لتقديم تنازلات للسلاح المنفلت ولفتت الصحيفة إلى أن إطلاق سراح مصلح يأتي بعد أسابيع من حملة واسعة أطلقها المحتجون حول إنهاء فصل الإفلات من العقاب في العراق حيث أعادت تلك القضية مخاوفهم إلى الواجهة مرة أخرى وقال ناشطون المحتجين لم يكن لديهم إيمان بجدية حكومة الكاظم في فتح ملف محاسبة القتل لكن الملاحقات الأخيرة وأصولها إلى حد اعتقال قيادي في الحشدة الشعبية أشعرتهم بإمكانية أن تقوم الحكومة بتحقيق العدالة ولو نسبياً وترى الصحيفة أن صراع المحتجين العراقيين مع السلطات العراقية لا يبدو أنه سينتهي تحديداً فيما يتعلق بمطالبتهم بإنهاء فصل الإفلات من العقاب والكشف عن قتلة المتظاهرين والجهات السياسية والميليشيات التي تقف خلفهم وتنقل الصحيفة عن مراقبين قولهم أن إطلاق سراح قاسم مصلح سيقوض إلى حد كبير المسعى الذي أطلق في برنامج حكومة الكاظم بمحاسبة قتلة المتظاهرين ويجعله شعاراً فقط غير قابل للتنفيذ كما أنه يمثل رسالة واضحة للضعف والخضوع من قبل الحكومة مشيرين إلى أن الرأي العام العراقي بات ينظر إلى الحكومة بأنها عاجزة عن مواجهة الميليشيات على مدى السنوات الطوال الماضية عاش العراقيون في أجواء التغييب عن الحقائق وصرف الأنظار والاهتمام عن قضايا كبرى مهمة لو أتيح لها الظهور أو تمكنت الجماهير من التعاطي معها لتغيرت معادلة المشهد من جذورها ولكنها منهجية التغييب المدروسة بعناية التي باتت نمطاً يومياً في الحياة وطوقاً يحول بين الحقيقة ومريدها هذا ما أشار إليه جهاد في صحيفة البصائر في مقاله فيها مما يجدر قوله إن الجرائم الطائفية التي تتبنها حكومة بغداد لا تزال في ذروة استعارها فإعدامات المعتقلين المحتجزين بالشبهة جارية على وتيرة عالية والوفيات في السجون المعلنة بسبب التعذيب وانتهاك حق الحياة بعدم توفير أسبابها للمعتقلين من غذاء وطب ونظافة مستمرة بنمط شبه يومي والاغتيالات المنظمة والاعتقالات الممنهجة والتغييب القصري وسائل لم تكف الميليشيات عن استخدامها من أقصى محافظة نينوى شمالا إلى أدنى البصرة جنوبا وعن اديالا وأحزمة بغداد في جهاتها الأربعة فيمكن للمرء لزاء الانتهاكات والجرائم والمنهجية الطائفية بكافة أشكالها وصورها أن يحدث عنها ولا حرج أما الاستيلاء على الأراضي وتطور مشروع التغيير في تركيبة السكان في مناطق معينة واستيراد مشاهد غابرة في التأريخ لتوسيع حجم الفوضى الطائفية وتنام التحريض بأسليب رخيصة والعمل المستمر في دعم أدوات الإفساد في المجتمع وإعداد معاول هدم القيمة فهي مشاهد لم تنقطع ويجري اليوم إعادة استخدامها لتكون سلاحا مضادا لثقافة الوحدة الوطنية ومقاصدها المفضية إلى الإصلاح والتغيير والتي عادت ثلث من جماهير الشعب العراقي وشبابه لإحيائها في أطر الحراك الجماهيري وحركة الاحتجاجات التي شهدتها ثورة تشرين الكاتب جهاد بشير يرى أن ما يجري في العراق يوجب التحرك الذاتي والمجتمعي في نفس الوقت على حد سواء هنا مماطلة أو تأخير وليكون زوال النظام السياسي وإسقاط السلطة الفاسدة فيه أولوية متقدمة على ما سواها لأن بقاء الحال على ما هو عليه يعني تساع رقعة الجاهلية السياسية والفكرية التي تهور في غياه بها كافة أحزاب السلطة فتنتج فشلا وتخبطا وفسادا لا نجاح فيه إطلاقا هذا التخبط سوى إتقان الفساد واحتراف طرق الاستحواذ والسرقة وتحصيل المكاسب نشر صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب جوش روغين قال فيه إن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدل مع الرئيس الروسي فلاديمار بوتين سيأتي في وقت باتت فيه حياة الملايين من السوريين على المحاك وأضاف الكاتب أنه إذا توصل الرئيسان لشكل من أشكال التعاون في الموضوع الإنساني في سوريا فستكون إشارة عن الجهود المشتركة بين البلدين وستزيد من آمال ملايين الناس الذين يعانون وفي حالة أصر بوتين على تجويع السوريين فعلى بايدل التقدم ومساعدته الكاتب يقول إن هناك ثلاثة ملايين معظمهم من النازحين في داخل بلادهم تجمعوا في محافظة إدلب وهم جوعة وبحاجة ماسة للمساعدة وعرضة للقنابل التي يطلقها الجيش الروسي وجيش النظام ويحاول بشار الأسد وشركائه الروس والإيرانيون ارتكاب الكثير من جرائم الحرب لكن سلاح الجوع والحرمان من الطعام هو الأقوى والذي استخدموه كوسيلة لكسر إرادة السوريين الذين يعارضون النظام وتهدد روسيا الآن وبشكل مخجل بإغلاق آخر معبر للمساعدات الإنسانية والذي ينقل من خلاله الطعام والدواء إلى أجزاء سوريا التي لا يسيطر عليها الأسد ولو لم توافق روسيا بحلول العاشر من تموز المقبل على قرار لمجلس الأمن الدولي يصادق على المعبر من تركيا الذي يطلق عليه باب الهوى فإن السكان المحتاجين سيواجهون مصيرا رهيبا حسب ما تقول منظمات الإغاثة الإنسانية ويرى الكاتب أن أجندة بايدن بوتين ستكون مزدحمة لكن الجزء السوري فيها يعد رئيسيا للطرفين مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق المعبر وتسأل الكاتب إن كان بوتين مستعدا لعقد صفقة يمكن أن تكون أساسا للتعاون في سوريا وهل إدارة بايدن مستعدة في الوقت نفسه لجعل الموضوع أولوية والضغط بشدة على الروس لا رشوتهم من أجل عمل ما هو صواب الكاتب جوش روغين يرى أنه في حالة رفض بوتين التعاون مع بايدن في ملف الإغاثة الإنسانية فستواجه الولايات المتحدة وشركاؤها بمن فيهم تركيا تحديا كبيرا للعمل خارج النظام الأمم المتحدة ولتوفير الإغاثة لإدلب لكن يجب أن يكون هذا هو الواقع الذي على أمريكا التحضير نفسها له الآن والتحضيرات هذه ستزيد من نفوذ الولايات المتحدة أمام موسكو مشاهد الوحدة الشعبية العارمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال العدوان على غزة والتي أثارت الكثير من التفاؤل في صفوف الفلسطينيين الراغبين في توحيد الصف والكلمة لم تدمك أكثر من أيام عدة بعد نهاية العدوان حسام كان فاني يرى في صحيفة العرب الجديد أن الحسابات الفصائلية ما لبثت أن عادت لتتصدر المشهد السياسي الفلسطيني من جديد وتدمر كل ما بني ليس خلال العدوان فحسب بل حتى قبله لكل من طرفي الانقسام حساباته حاليا خصوصا بعد العدوان الأخير على غزة وما نتج عنه من تبدل في موازين القوى الداخلية على الأقل في ظل تراجع طرف وتقدم آخر هذا التقدم والتراجع باتاء الأساس في نصف ما جرى التوافق عليها فالغاية اليوم بالنسبة إلى حماس وفتح هي استثمار الأولى للتقدم وتعويض الثانية للتراجع وهو ما أدى أخيرا إلى الصدام السياسي الذي أطاح بحوار القاهرة الذي كان مقررا اليوم السبت بالنسبة إلى حماس فهي ترى أن هناك قواعد سياسية وعسكرية شكلت بعد العدوان لابد من أن تتمظهر في الدور السياسي والاقتصادي للحركة في مرحلة ما بعد العدوان في المقابل فإن السلطة الفلسطينية تدرك هذا الواقع وأن واقع حماس اليوم وأهدافها باتت أوسع خصوصا أنه في وقت الاتفاق الأولي على الانتخابات كانت الأخيرة تعاني نزفا شعبيا عوضته حاليا لذا فالسلطة تصر على تأكيد أنها صاحبة الشرعية الفلسطينية الوحيدة وهي اليوم مستفيدة ومنتشية من أن المجتمع الدولي عاد لتكريسها راعية للوضع في غزة عبر الحديث معها في أمور التهديئة والإعمار ومن المؤكد أن السلطة لن تتخلى عن هذا الدور بل هي تراه رافعة لا غنى عنها لتعويض التقهقر في الشعبية وبحسب الكاتب فإن هذه الحسابات السياسية والفصائلية تضع الوضع الفلسطيني في معضلة غرق إضافي في الانقسام وفي هذه المرحلة قد يكون أكثر تعقيبا قالت مجلة تايم الأمريكية أن شركة فيسبوك تركت عشرات الصفحات التابعة لجماعة هندوسية متطرفة تمث خطابها المعادية للأقلية المسلمة في الهند شهورا رغم أن الموقع حضر دون إثارة ضوضاء أو نشر بيان حسابات الجماعة الرئيسة في سبتمبر عيلول الماضي لسبب انتهاكها سياساتها المجلة قالت إن شركة فيسبوك لم تقم بإغلاق تلك الصفحات البالغ عددها ثلاثين صفحة سوى في إبريل نيسان الماضي بعد أن كشفت المجلة أن تلك الحسابات تابعة لجماعة سانتان سانستا الهندوسية المتطرفة التي يتابعها أكثر من 2.7 مليون ما زالت تعمل بكل حرية وتبث رسائلها المعادية للمسلمين وأكدت المجلة أن تلك الحسابات شاركت بانتظام منشورات تحض على الكراهية ومعلومات مضللة عن مسلمي الهند الذين تصورهم بأنه محوش خضر ذو مخالب طويلة ورأت مجلة التعامل أن الحضور الواسع لهذه الجماعة المتطرفة في الموقع الأزرق رغم قرار الحظر يثير أسئلة عديدة حول مدى جدية الشركة في الوفاء بالتزامها باستئصال خطاب الكراهية والتحريض على العنف خاصة في الهند التي تعد كبرى أسواقها وتضيف المجلة أن هذه الواقعة نافذة لفهم كيفية تأثير الضغط السياسي على أسليب وطرق مراقبة ومتابعة فيسبوك وغيرها من منصات مواقع التواصل للجماعات المتطرفة وتؤكد المجلة أن شركة فيسبوك التزمت على الصعيد العالمي بمحاربة خطاب الكراهية على منصاتها وحظر أي مجموعات تتبنى العنف منهجا أو تشارك في أعمال عنف لكن في الهند قد يعرض استهدافها للحكومة القومية الهندسية الحاكمة طموحاتها التي تعادل مليارات الدولارات للخطر وتختتم مجلة تايم تقريرها بالقول إن الحكومة الهندية أصبحت مؤخرا تتبنى أكثر فأكثر نهجا عقابيا إزاء شركات التواصل الاجتماعي الكبرى حيث حضرت الصيف الماضي منصة تيك توك الاجتماعي على مستوى البلاد بعد خلاف جيو سي أسي مع الصي بعيدا عن السياسة وفي خبرنا هذا لم يدر بخلد المسن الصني لو أنه سيقابل ابنه فو الذي خطف قبل حوادي ستين عاما في رحلة بالقطار عندما كان عمر الإبن لم يتعدى بعد العامين لكن بمجرد أن وقعت عيناء الأبي التسعيني عليه هرع لمعانقته وأضع لو ابنه في العام 1963 عندما كان ينتظران قطارا بمدينة تشينجشو حيث يعتقد أن مهربين اختطفوه وأخذوه في شينجهاي وباعوه هناك لعائلة تبنته ولم يفلح الأب طوال سنوات من البحث في الصحف ووسائل الإعلام من الوصول إلى نتيجة ولكنه لم يستسلم فقد أطلقت الشرطة في العام 2015 حملة للبحث عن فو بالاعتماد على قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي وبالفعل نجحت الشرطة مطلع حزيران الجاري في رصد مكان الأبن الضائع حيث اتخذت الإجراءات القانونية وتم لم شمل الأبي وابنه من جديد بعد 58 عاما من الفراقة متابعة ممتعة مع الكاريكاتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر